موسيقى البعض منكم ممكن يتسأل ايش تصر رقم واحد بجوار كلمة رائد اعمال راح اقول لكم بكل بساطة يوم من ايام كان حلمي ان يكون تاجر والحمد لله حققت حلمي واصبحت رائد اعمال وبما ان الاحلام حق مشروعة لكل البشر وما احد يقدر يمنعني من تحقيق حلمي فانا الان حاب اقول لكم ان حلمي القادم ان يكون رائد الاعمال رقم واحد من هو رائد الاعمال رائد الاعمال بالمنظور الشخصي هو انسان عصامي يملك ويدير مشروعه الخاص يتميز عن غيره بابتكار او فكرة او منتج او خدمة ويسعب كل اصرار للوصول بهدافه للعالمية للخدمة او المنتج او العلامة اللي بيقدمها ورائد الاعمال هذا لو نجح رح يساهم في تطوير الصناعات لبلده والنمو الاقتصادي وتقديم خدمات ومنتجات وخلق فرص عمل ريادة الاعمال هل هي فطرة ام مكتسبة الغرب عملوا دراسات عديدة في هذا الجانب فمنهم من قال انها فطرة موجودة في جينات كل انسان ومنهم من قال انها مكتسبة عبر التعليم وانا مع الطرفين انها فطرة ومكتسبة لكن اميل اكثر لجانب التعليم وبما انه نتكلم عن التعليم رح نقول لكم مشاركتي في قمة رواد الاعمال للدول العظمى العشرين واللي قيمة هذا العام هذه القمة نورت بصيرتي نحو ريادة الاعمال او بالتحديد نحو تعليم ريادة الاعمال من خلال النقاشات والجلسات اللي حصلت في هذه القمة تعلمت انه ريادة الاعمال او نشر ثقافة العمل الحر مهم انه نعلمها للاطفال من الصغر رغم انه التركيز خلال القمة كان بيتمحور نحو ثلاثة مواضيع رئيسية وهي ارتفاع العز للدول العظمى العشرين وانخفاض النمو والبطالة وبما انه احنا في دولتنا بنتكلم اكتر شيء او البشاكل اللي بتواجهنا هي البطالة حبيت ان اعمل سيرش عن البطالة واجيب اقرب معدل ممكن يكون موجود فلقيت معدل بطالة الموجود للربع الاخير من عام 2013 من مصلحة احصائيات العامة بتقول انه احداشر ونصف المية من الجنسين اعمارهم تبلغ 15 سنة فاكتر بيعانوا من البطالة ايش الموضوع تامر شوية بتكلمنا عن بطالة شوية عن ريالة اعمال شوية عن تعليم الموضوع بكل بساطة هو نشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال في المدارس والمناهج التعليمية منظمة كوفمان الامريكية العالمية بتقول من خلال دراسة سنوية عملوها انه ريادة الاعمال حسب مستوى التعليم من عام 1996 الى 2013 اكتر الاشخاص اللي اتجهوا للعمل الحر واصبحوا رواد اعمال هم اللي ما كملوا تعليمهم الثانوي هنا انا وقفت كتير وقلت ليش هم وصلوا لهذه المرحلة طبعا المؤشر بيقول الثانوية اللي قل من الثانوية عفوا والثانوية واللي اللي لم يكمل الجامعة بعد كده الاشخاص اللي كملوا الجامعة هنا قلت ليش احنا ما نزرع في ابنائنا من صغرهم ثقافة العمل الحر والسبب انه لقيت في نفس الدراسة بتقول انه الاشخاص هدول ايضا هم تعلموا من صغرهم ثقافة العمل الحر وعرفوا انه كيف ممكن هم يخلقوا مشاريع وسبب توجههم لريادة الاعمال والعمل الحر كان انه هم ملقوا وظائف مناسبة لهم بحكم شهاداتهم متدنية وبالاضافة انه رواتب كانت منخفضة انا عندي تجربتين في هذا المجال التجربة الاولى كانت اطفال سن الابتدائي اربعين طفل تقريبا بالشراكة مع احد المؤسسات المحلية واحد مراكز التسوق كانت بانوان عيش حلمك تاجر والتجربة الاخرى والتي هي المبادرة اطلقتها وكانت على 300 طالب تقريبا من المرحلة الابتدائية الى مرحلة المتوسطة هذه التجربتين وردتني قديش الاطفال عندهم ابداع عندهم فكر ومنهم بيطلع عندهم مواهب عديدة ويوم من ايام ممكن يكونوا هادور رواد اعمال يعني في بعضهم بيحاول يتواصل معايا الى اللحظة هذه انا ابغى بيع انا ابغى اشتري اخدتهم على مراكز تسوق لقيتهم بيعرفوا كيف يتعاملوا بالعملة كيف يبغوا هما يحاسبوا يقول طيب انا ابغى اصير عندي مشروع صار يعرف من فان يشتري ومن فان يبيع وكيف هو ممكن يبتكر وفي المقابل عملت بحث عبر الانترنت لقيت انه فيه في امريكا من عام 2007 عندهم تجربة اللي هي يوم عصير الليمون يوم العصير الليمون هذا موجه للاطفال مرحلة الابتدائية واقل الهدف من اليوم هذا انهم يعلموا النش كيف يقدر يعمل كشك لعصير الليمون ويقدر ويبيعوا ويربي عملاء ويستثمر فيه هذا الهدف منه انه مستقبلا الاطفال هدول اذا ملقوا وظائف ويكون عندهم خيارين اما انه يتجه للوظيفة او يتجه للعمل الحر الله جدة القديمة كنا كده اقصد كانوا كده اجدادنا وابائنا كانوا اما حرفيين صنع او تجار كيف كانوا تجار وحرفين اما اخذوها من اباؤهم هم صغار وتعلموها او لما كبروا تعلموا رسالة اللي حب اوصلها لكم انه احنا لازم نركز على المراحل المتوسطة والثانوية في نشر ثقافة العمل الحر والرسالة هذه يوجهها لكل القطاعات التعليمية وللأسر وللمنشآت ورواد الأعمال تحديدا اللي منهم محضرين هنا معنا ولازم احنا نخطب ونعمل برامج وانشطة ريادية على غرار يوم العصير الليمون او على غرار مبادرة التاجر المستقبل او التاجر الصغير الرسالة الاخرى انه احنا لازم يكون فيه تعاون بين قطاع التعليم وقطاع الاعمال ومن هنا انا نقدم مبادرتي باسم رواد الأعمال انه احنا ممكن نساهم في مد العون لأي مدرسة تحب انه تتعاون او تنشئ يوم مثل يوم عصير الليمون ولازم نوجد مسابقات تنافسية ورعايات بين المدارس انه احنا نخلق بينهم التنافس كيف ممكن يقدروا يطوروا من نفسهم نطور في المناهج التعليمية اتمنى انه يوم الايام تيجي دعوة لرواد الاعمال من وزارة التعليم بتقولهم تعالوا سعدونا في تأسيس مبادرات تهدف الى نشر ثقافة العمل الحر في المدارس وتساهم في يوم الايام انه هدولا يطلعوا تجار او رواد اعمال رواد العمال من منظوري الشخصي هم عقول المستقبل ازرع بدرة تحصد تمرة شكرا لكم ازرع تنمو بشباب تسمو طهدها روحا بالحب تاخد